بيتقال ان السعودية محتاجة لتركيا في عدة نواحي اهمها الناحية العسكرية والناحية السياسية طيب احنا بكل منطقية بنسأل سؤال هو مين اللي محتاج التاني؟ السعودية ولا تركيا؟ الاعلام التركي واعلام جماعة الاخوان على السوشيال ميديا بيلمحوا بشكل مكشوف على ان السعودية هي اللي بتسعى لفتح صفحة جديدة مع تركيا نظرا لحاجة السعودية لتركيا خصوصا في الوقت ده من حيث الدواعي السياسية والعسكرية ما تستعجلوش علشان تعرفوا الاجابة وخلوا بالكم احنا بنتكلم عن مسألة الاحتياج مش اي حاجة تانية وتعالوا نفهم ونعرف مع بعض الكلام ده بشكل منطقي هو مين فيهم اللي محتاج التاني بس بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم بعد الترويج لفكرة ان السعودية هي اللي دعت اردوغان للزيارة وتم ضحطه تجذيب هذه الكاذبة على لسان الاعلام الرسم السعودي وصل رئيسه التركي رجب طيب اردوغان الى جدة بعد تلبية رغبته في الزيارة دي الوقت الكلام اللي بيتم الترويج لومن الاعلام التركي التابع لرئيس اردوغان ومعها اعلام جماعة الاخوان والذباب الالكتروني بيتمحور حوالين فكرة ان السعودية هي اللي محتاجة التركية في التوقيت ده وخصوصا في الجانب الامني والجانب العسكري فيترى هل الكلام ده صحيح؟ تعالوا نقرأ تصريح الرئيس اردوغان اللي كان بتاريخ 1 ديسمبر 2021 يعني قبل زيارته للسعودية بحوالي 5 شهور اردوغان سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية لمكانة افضل اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده ستعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع السعودية الى مكانة افضل جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة لاردوغان مع قناة TRT الثلاثاء يعني احنا قدام تصريح على قناة تركية رسمية من الرئيس التركي من شهر ديسمبر اللي فات بيبدي فيه رابطه بالارتقاء بالعلاقات مع السعودية لما كان افضل والكلام ده ما كانش بخصوص السعودية وبس بالمناسبة ده كان بخصوص علاقات تركية مع مصر والامارات كمان بخلاف السعودية طبعا وقال ايضا ان الخطوة التي اتخذناها مع الامارات مهمة وتاريخية وسأزورها في فبراير المقبل كما اضاف اردوغان ان الاتفاقيات الموقعة مع الامارات الاسبوع الماضي ستدشن عصر جديدا في علاقات البلدين اما فيما يخص العلاقات مع القاهرة فاكد سنشهد تطورات مع مصر في المستقبل القريب وكما هو معلوم ان رئيس اردوغان هو من قدل بتصريحات رسمية ابدى فيها غربته بتحسين العلاقات ومن اكتر من سنة وما اظنش ان محتاج اخد فيها لانها معروفة ولحظوا ان خلال الفترة دي مش هتلاقوا اي تصريح سعودي بيتكلم عن غربة مبين قصين سعودية بتحسين العلاقات مع تركيا ولان اجذوبة ان السعودية هي اللي دعت اردوغان ما نجحتش بدأوا بالترويج لاجذوبة تانية بتقول ان السعودية محتاجة تركيا وبتلجأ لها مش العكس وبرضو الاعلام الراسمي السعودي يرد على الاجذوبة دي بالتأغير ده رجب طيب اردوغان في جدة بعدما ابدى رغبته مرارا في زيارة المملكة لتتحقق اخيرا بعد خمسة اعوام زيارة يحتاجها اردوغان كثيرا نظرا لاهمية التواصل مع قيادات السعودية لاستكمال محطات ترميم علاقاته مع دول العالم العربي لقاء سيكون هو السادس مع خادم الحرمين الشريفين بعد خمس لقاءات عقدت بين عامي 2015 و2016 ويسعى اردوغان من خلاله ان يعيد المياه الى مجاريها واعادتها تعني احياء مجلس التنسيق السعودي التركي الذي انشئ في 2016 وكانت اخر اجتماعاته في 2018 يعني برضو على قناة الاخبارية الرسمية السعودية كان في رد على اجدوب ان السعودية هي اللي بتلتجئ لتركيا طيب تعالوا نسمع اردوغان ذات نفسه بيقول ايه ومن فضلكم انتبهوا على الترجمة وخصوصا اللي بيقولوا عن السياحة جميع المياه الى داراته ولكن لديهم توريزم أنيشة مهمة جميلة ويقلشم توريزم توريزم موسمين توريزم موسمين توريزم موسمين توريزم موسمين دلوقتي أردوغام بيتكلم بمنتهى الأدب عن الأمير محمد بن سلمان بعدما قعد سنين هو وإعلامه يهجموه بشكل شخصي وصريح وبيقول إخوانا القادمين من السعودية للسياحة هيكليهم أثر إيجابي سينعكس على تركيا وبيقول أنه وبناء عليه بيعتقد أن الموسم السياحي في تركيا سيشهد انت عاشا كلام أردوغام ملخصه أن الزيارة دي مفيدة لتركيا أما بالنسبة لكلامه في نفس التصريح عن التعاون في مجال الصناعات العسكرية فده لا يعد أكتر من مسألة تسويق للمنتجات الدفاعية التركية اللي السعودية أصلا لها باع طويل وشراكات قوية فيها حتى المسيارة بيراكدار اللي كان أعرفنا بيها طالع زلنيسكي وقال إنها مش على مستوى الحرب الحالية وفضح إن المحرك بتاعها أصلا بيتصنع في أوكرانيا وباختصار السعودية مش بتعاني من فقر في الصناعات الدفاعية علشان نفترض مجرد الإفتراض إنها محتاجة لتركيا في المجال ده وهنا بنسأل هل حد من حضرتكم سمع تصريح سعودي بيتكلم عن حاجة سعودية لتركيا أو غربة في أعادة العلاقات سواء قبل الزيارة أو بعدها الإجابة لا بكل تأكيد وأرشيف الأخبار موجود والأهم من كده إن المنطق بيقول إن السعودية مش محتاجة لتركيا نهائيا وعلى فكرة أنا بقول نهائيا وبعنيها حرفيا والكلام على كده هو قلصة الكلام يا سادة يا كرام يا سادة لما حصلت المؤامرة في البحرين وحاول عملاء إيران اختطاف البحرين لصالح إيرانه بدعم أمريكي هل احتاجت السعودية لتركيا؟ هل الأمير سعودي الفيصل الله يرحمه لما قفل التليفون في قش وزيرة خارجية أمريكي هاليري كلينتون وغفت تهديد لولايات المتحدة الأمريكية بجلالة أدراها ودخلت قوات درع الجزيرة اللي حفظت البحرين وحمتها من المؤامرة الإيرانية هل السعودية كانت بتعتمد على تركيا ساعتها؟ طيب لما بدأت عصفة الحزم في اليمن للحد من نفوذ إيران هل تركيا لها أي دور إيجابي في الموضوع؟ الإجابة لا بكل تأكيد ده بالعكس أردوران كان له مواقف سلبية في بعض الأحيان تجاه السعودية والتحالف العربي والحرب الدائرة في اليمن لتحريره من إيران وعملاءها وفتكروا تعليقه في حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني لما الصحفيين سألوا عن مواقفه بخصوص قصف الحوتي لمنشأة أرامكوف بجيج وقال ساعتها دفاعا عن الحوتيين فلنتذكر من بدأ بالقصف أولا يعني موقف سلبي تماما ولما السعودية تحدت الإدارة الأمريكية في موضوع أسعار النفط هل احتاجت لأردوران والدعمه في الموضوع ده؟ طبعا لا ولو هنقعد نعدد المواقف اللي بتثبت عدم احتياج المملكة العربية السعودية التركية ونعدد معاها المواقف السلبية والعدائية لأردوران تجاه السعودية مش هنقلص وظن إن كلكم عرفينها لذلك مسألة إن السعودية ممكن إنها تحتاج واحد معروف عنه الغدرب والحلفاء ومتلون زي أردوران فده شيء غير منطقي ونضيف عليه من باب التأكيد إن الاقتصاد التركي بيعاني ورئيس أردوران بيواجه منافسة شرسة في الانتخابات اللي جاية ده غير انهيار واضح في شعبيته كل الأمور دي وأكتر بتؤكد إنه هو اللي محتاج للسعودية مش العكس كلمة أخيرة للمعرفات اللي بتظهر كحسابات سعودية وبتقول للصلح الخير وبلاش فتنة والكلام اللي من السكة دي أولا لا أعتقد إنكم سعوديين أو بمعنى أدق أنا على يقين إنكم مس سعوديين واللي منكم سعودي جد فهو خاين لوطنه لأنه نسي محاولة أردوران لإزاء السعودية ثانيا الصلح مش معناه إننا بقين أخوات وحبايب الحكاية مصالح وتوازن دولي وإقليمي لكن تبقى المؤامرة ويبقى التصدي للمؤامرة ثالثا حكاية إن تركيا دولة إسلامية والكلام ده فما بيكلش معاي تركيا دولة علمانية والإسلام فيها كله بدع وشركيات ولو على لفظ إسلامي فإيران اسمها الجمهورية الإسلامية رابعا حكاية إن تركيا حتقف جنب السعودية ضد إيران فالسعودية ابتداء مش محتاجة لتركيا جنبها بالإضافة إن تركيا لها مصالح عميقة مع إيران وهي من الدول اللي كانت بتكسر العقوبات الدولية علشان تساند إيران فيغيت اللي مش فيق يفوق أخدران عدوه وحيفضل عدوه واللي بيقربوا مننا أو بيقربنا منه المصالحه بس زي النظام القطري عدو وحيفضل عدوه وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته